بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى ما زلنا نغرق في أنوار القرآن الكريم حتى نحيا القرآن الكريم بحاره ليست ككل البحار كل البحار إذا غرقت فيها تموت وأنوار القرآن إذا غرقت في أنهاره وبحاره تحيا فهذه الأنوار وفوضات الربانية سبحانه وتعالى اللي كتبها لنا في هذا القرآن التي لا تخلق على كثرة الرد هي التي تبنينا في رمضان إحنا قررنا أن نحن في رمضان يبقى شعرنا القرآن يبنيني وسرنا من أول الجزء الأول ثم الجزء الثاني إلى أن وصلنا إلى الجزء الخامس معانا في يومنا الخامس ونحن بنتنقل في كيف أن القرآن يبني زواتنا فوصلنا إلى أن اللبنة الأولى في زواتنا أننا عبد ممدود ثم اللبنة الثانية كانت أننا عبد مكرم ثم اللبنة الثالثة أننا عبد مدبر له ربنا سبحانه وتعالى دبر لنا حياتنا كلها ثم كانت اللبنة الرابعة هو أننا عبد ساعي لكي نحافظ على إحسان الله لنا لابد أن نسعى وييجي الكلام النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا بتتعامل مع تخوف أساسي معانا وهو بتتعامل كمان عن وجع وجع لدى الناس والطراب شديد جدا جدا فيأتي قوله تعالى وإن كان القوله تعالى جاي في مسألة الطلاق لكن بيقرر حقيقة حقيقة وكأنها سنة كونية إلهية في الحياة كلها يأتي الكلام وإن كان الكلام في مجال الطلاق لكن هو في مجال الحياة بأكملها ماذا يقول لنا مولانا؟ يقول لنا مولانا في سورة النساء وإي يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما طب الآية دي جاي بتعلمنا إيه؟ بترد على اللي بيحصل لنا في بعض الأحيين لما يجي تيجي علينا أوقات نبص للحياة من خرم إبرة ونشوفها صغيرة وضيقة وما فيهاش وسع واللي نفسنا فيه ما نلاقهوش وقبل ما أقول لحضراتكم حل المشكلة حابب أقول لحضراتكم إن النظرة الضيقة دي ساعات بنسميها النظرة الأنبوبية زي ما تكون كده بتنظر من شفاطة بتنظر نظرة أنبوبية وساعات بيسموها أهل الإدارة دي نظرة النملة شايف كل حاجة كبيرة قدامه وعملاقة وعقبة وضيق وفيه نظرة تانية عند في علوم الإدارة بيقولوا إن دي نظرة بتشوف الحاجات من فوق فتشوفها الزيارة بس تشوف الصورة كاملة ودي نظرة الطائر بس فيه نظرة احنا بنحب نتكلم فيها هي دي النظرة اللي هتخليك تشوف الآية دي وتشوف جمال ربنا سبحانه وتعالى وبيخطبك بالآية دي وإنك أنت ترى الحياة من عند الله وساعت النظرتي اسمها نظرة النور لأنك ستكون في حضرة النور اللي هي النظر اللي ممكن للاقيها فين للاها في قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء يبقى الأشياء ممكن ترى من عند الله طب لما أشوف الحاجة من عند الله أرى إيه أرى الوسع وأرى الوسع فما تبقاش الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا لكن نشوف الدنيا بهذا الاتساع وخلونا كده نعيش مع آية النهاردة وهي بتفكرنا بقضية الوسع أقول لكم حاجة أنا شخصيا شايف أن المدخل الكلام عن عن مدخل الحضارة في بعض الأحيين ما بيبقاش كافي في الكلام عن كل قضيان الآن لكن المدخل اللي يستحق أن احنا نتكلم عنه هو مدخل الوسع لابد أن نتكلم في كل قضيانا عن الوسع أن الأصل في الحياة الوسع والسعة وليس الأصل في الحياة الضيق يعني احنا مش بيجي مش احنا بيكون في ضيق فنقعد نمزق ونقعد نعافر عشان نوسع أبدا الآية ما بتقول لناش ده تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ونكون الكلام في مسألة الطلاق بيقول لنا الطلاق اللي بيضيق فيه أنظار الناس ونفوس الناس وتحضر الأنفس الشح ويبقى السراع إلى آخره وحقي وانا لازم لازم أنتقمني شرفي وانتقمني قرامتي وانتقمني اللي قاله علي شوف كل هذا كل هذا الضيق وكل هذا السراع وكل هذين مخاوف يأتي الله سبحانه وتعالى يقول وإي يتفرق يغني الله كلا من سعتي كلا من سعتي إيه ده كلا من سعتي كل واحد عنده ساعة وإي يتفرق يغني الله كلا من سعتي وكان الله واسعا حكيما وده معنى إيه ده معنى زي الحديث اللي كان الرسول الله سلم مشي من عنده بعض الصحابة فأضاءت عصاه وكونوا هما اجتمعوا على محبة الله فلما تفرق كل واحد مزق عصايته في أضاءة العصاتان يعني إيه الحكاية يعني كل واحد ليه سعة كل واحد الله سبحانه وتعالى جعل حياته وسعا ففي الآية وقفة أولى لازم نقفة مع بعض وهي الوقفة اللي فيها إن يغني الله كلا من سعتي يعني كل واحد مننا ليه وسع وحياته مبنية على الاتساع يعني إيه حياتك مبنية على الاتساع يعني إنت في الأساس أقولكم حاجة في الأساس إنك لو عشت رزقك سيصل إليك وباتساع وبكفاية رغما عنك طب ليه بقى نشتغل ورأي ربنا بيطلوب مننا إننا نحن نشتغل عشان نشوف الوسع ده أنت لن ترى الوسع كما تكلمنا أمس لن ترى الوسع إلا في السعي فنحن نسعى فليه بقى جبنا صفة الوسع بعد صفة السعي لأن كل ما هتمشي كل ما هترى الوسع يبقى يبقى من أين يأتي الضيق يأتي الضيق من عدم السعي طب إذا سعيت سترى الوسع وهو ده اللي ممكن نجده في قوله صلى الله عليه وسلم حضرت النبي قال له قال له إيه قال له كده استعن بالله تجده دجاهك طب أنا إذا سرت وأنا مستعين بالله فوجدت الله فأجد إيه أجد الواسع فأجد الواسع ماذا بالوسع فأجد وسع الله سبحانه وتعالى ولذلك مهما كان الوسع اللي ربنا أعطاه ليك فهذا الوسع لن يضيق على الآخرين فلو حصل تضيق منك على الناس يبقى ده من قصر نظرك ومن نفسك لأن أنت لازم تعرف أن أنت لما ضيقت على الناس ضاق عليك حالك مش لأن ربنا هو اللي ضيق عليك لكن لو عشت بنعمة الوسع هتوسع على نفسك و هتوسع على الناس ولذلك أنا دايما أقول للناس حكمة مهمة أو بتقول إيه أن ضيق الرزق من قصر النظر ضيق الرزق من إيه من قصر النظر يعني وكأن الرزق واسع بس إحنا لما ضيقنا نظرنا ضاق علينا الحال ولذلك الوقفة التانية اللي في الآية بتقول إن إن الله سبحانه وتعالى هو الضامن لهذا الوسع هو الحافظ لهذا الوسع يعني ما حدش هيجي يقدر يضيق عليك وعارف أنت واحد يقول لي يجي واحد يقول إيه إن فلان دوت والله العظيم بيأزيني في لقمة عيش فلان دوت والله العظيم يعني سبب لمشاكل هيقطع لقمة عيش ما فيش الكلام ده لأن الله سبحانه وتعالى وكان الله واسعا إيه حكيمة يبقى ما فيش حد عيضايق عليك وده معناه إن وسع الله لك وسع محفوظ مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى يعني أفضل وشاملة وعامة ولا يمنع أحد وليست هكذا اعتباطا دي بحكمة ووسع الله سبحانه وتعالى لا حدود له شوف كده القرآن حاب يصور لنا جزء من هذا الوسع اللا متناهي فقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لن نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا وسع غياب الوسع ده بقى في حياتنا بعضنا خلاه عنده حالة من حالات ما أسميه أنا دي دي الخلق المزمن عنده دي خلق دايما مش طيق نفسه مش طيق يكلم حده مش طيق يتعامل مع حده وحياته كلها حاسس إنه مليئة بالمشاكل وأقل حاجة تحسسه إنه هو ما عندهوش وسع وإنه هو هيدخل في دي ويدخل في مشاكل فده شخص مش بيعمل مشكلة على أدفع دايما تجده بيعمل مشكلة على أدفع الأسباب لكن اللي عايش في وسع الله ما تلاقوش بيوقف عند أدفع الأسباب ويعمل عليها مشكلة سواء في البيت أو في العمل بل بيستوعب الناس ويتعلم إنه هو كل ما يستوعب الناس كل ما يتسع وينزل عليه تجليات اسم الله الواسع وعشان كده الدعوة دي على قلبك لازم تخلي الدعوة دي تجري على قلبك ولسانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم لازم تمر ندع على قلبك وعشان يتحقق ليك الوسع لازم يكون فيك ثلاث صفات لازم تكون صبور وطيب بلاش بقى أن انت تبقى صبور وتبقى قلبك مال بالأحقاد لكن تكون صبور وطيب وتلتمس للناس الأعذار وعشان كده لازم تستمر في مسألة رؤية الوسع إزاي نرى الوسع وإزاي نقدر نعيش به هذا ما نكمله ولكن بعد الفاصل فبعد الفاصل نتكلم عن الوسع ونشوف بعض الإجراءات اللي احنا لو عملناها نشوف ونرى وسع الله سبحانه وتعالى وكمان نستقبل أسئلتكم اللي بتوسع علينا مشهدنا وكمان تخلي حياتنا مليئة بالنور لما ندخل على الباب الغفور ونطلب نوره وإحنا بنجاوب على أسئلتكم المباركة ولكن كل ده بعض الفاصل جاءنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلكم المباركة وتظل جسر ممدود بيننا عشان يفضل مجلس الذكر في المذكورة عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى بس خلينا أكد على حضراتكم حاجات مهمة وإحنا بنتكلم على الساعة الساعة دي إحنا للأسف لإن إحنا تعودنا على الضيق وتربينا على الضيق للأسف للأسف لازم نعترف بده تعودنا على الضيق في مسألة أن الفرس قليلة ومسألة الموارد قليلة فبنفكر دايما بالأشياء الضيقة فعشان نتعود على الوسع ونفكر بالوسع ونعيش بالوسع وإن الوسع ده محفوظ من الله سبحانه وتعالى وما فيش حد يقدر يتدخل فيه ولا يضيق علي لا رزقي ولا تفكيري ولا حياتي ولا أحلامي ولا حد يضيع حلمي حد نعمل إيه؟ أول حاجة ببساطة أنت لازم تعملها وطول الوقت لازم تتعود على الابتسام حضرت النبي لما قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنت أرقى أخاك بواجه انطلق ما كانش عايزي خلي ده نفعل الشخص اللي أنت بتتسم في وجهه بس ده كان شوف وشك لما بتتسم الدنيا بتتسع الابتسامة من أحد أهم الأشياء التي تغسل القلب فتبسم ولذلك كان رسول الله بسبب وسع ما هو فيه إني لست كهيئتكم إني أبيت عند الله يطعمني ويسقين ولذلك كان لا يرى إلا متبسما فأي حد عيشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشوف الدنيا وسع فكان رسول الله بيوصل لنا الوسع الذي يعيش فيه إيه بإيه؟ بابتسامته صلى الله عليه وسلم ابتسم ابتسم بدون مناسبة على الأقل ابتسم خمس مرات كل يوم ابتسم بدون مناسبة ابتسم دي أول حاجة تاني حاجة ومهمة أوي 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 أن أنت كل يوم في الصبح وفي المساء لازم تتذكر بالضبط زي أذكار الصباح والمساء يبقى عندك ذكريات الصباح والمساء إيه ذكريات الصباح والمساء؟ لازم كل يوم تتذكر فرج لله في الصباح وفرج لله في المساء عشان تحس بقدي ربنا وسع عليك من غير حول منك ولا قوة لما تعيش بدا تتعود بقى فخلاص زاكرتك حاجة تالتة والمهم أن في حاجة اسمها التفكير متعدد أن أنت تشوف الحاجة من عدة جهات زي ما أنت كده بتكون بتسمعني وشايف أن الحل ده ممكن يناسب لواحد تاني تقول طب وليه طب ما أنا جربه ما جايز لما جربه يتفتح لي باب تاني باب إيه؟ باب إن أنا أفكر في مشكلاتي وفي إدارة مشكلاتي بطريقة تانية التفكير متعدد الرؤى هو ده اللي بيخليك ممكن تشوف وسع ربنا سبحانه وتعالى ده محتاج تدريب لازم تتدرب على التفكير متعدد الرؤى يعني مثلا إيه اللي حاصل؟ حد فاته الجزء الأول من الحلقة إيه اللي حاصل؟ من التفكير متعدد الرؤى أنه هو يقول ده عشان أتعلم بعد كده إزاي أدور على الحلقات وأتفرج على بقية الحلقات يفكر في إيه المنافع اللي ممكن تكون من وراء أي حاجة فاتته تفكير متعدد الرؤى آخر حاجة أنت لازم تعمله عشان تحس بالوسع لازم يبقى عندك ورد من حمد الله على الدوام تحمد ربنا كتير جدا 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 على النعم اللي ربنا أعطاه لك وتعرف أن وسعك محدش هيقدر يقرب منه الكلام ده هيخليك حاسس بوسع الله سبحانه وأن الوسع ده محفوظ وتعالوا نعيش الوسع مع أول سؤال عندنا من أم محسام من القاهرة محسام تفضلي سيدة محسام تفضلي أستاذة محسام معلش أستاذة محسام تحاول تكلمنا مرة تانية السيد محمد من إسكندرية يتفضل أستاذ محمد من إسكندرية عليكم السلام ورحمة البركاته وتفضل إفند أتفضل أولا عندي بأخذ على الأنسلين وأنا نوي السيام هل السيام بأخذه قبل الفطر مباشرة بفترة تاني كده بتقول حضرتك حضرتك بتقول أنت بتاخد أنسلين حضرتك بتاخد أنسلين وبتاخد أنسلين دي قبل الفطر مباشرة صح كده يبطل السيام لا لازم عشان الحاجة تكون مفترة تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح لو كان منفذ مغلق لا يفتر ولذلك حقاً الأنسلين بكل أشكالها لا تفتر السيدة محسام تتفضل أيها مع حضرتك كل صور حضرت طيب وحضرت طيب إفند أقول لها حضرتك كنت سألها إن حلقة النهاردة عن الساعي أنا عندي ابني يعني دلوقتي عندي أربعين سنة هو من اتناشر سنة وهو عنده الاكتئاب الجسيم وبيتعالج آآ طبعاً هو الاكتئاب ده مش مرق يعني مش جنان بس هو اكتئاب اللي هو ما عندناش الأمراض النفسية عندنا مش جنان ده عندنا زي الأمراض دي الأمراض النفسية زي الأمراض الجسدية بالظهر العضوية فهو كل طبعاً إيه اللي حواليه وأولهم أولهم في الأساس والده اللي هما إيه يعني لا لازم يسعى لازم يشوف لازم هو ما فيش آآ الحكاية دي بنصدره وفيش التزام لأي موعيد بأي شغل لأي حاجة لإن هو بيجي عليه فترات بتبقى فيها نايم نايم على طول ما هو بياخد ملاجوة لا بياخد بياخد وبياخد علاجات كتير جداً بياخد علاجات بانتظام ولا هو لما بيسع بيسيب العلاج لا 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 بالعكس ده هو منتظم أو كاتب ورق بالعلاجات وعمل جدول على تليفونه وجدول قدامه بالورق عشان لو نسي جرعة ما يريع التليفون يريعني ياخد الجرعة التانية كده بتواج بس هو فعلاً بالطريقة دي انا عايز اعرف يعني هو كل اللي لا هو كويس ومفروض يسعى يعمل اي حاجة يشتغل من البيت يعمل يمت وهو بيقول لي ربنا عالم انا الجوية ايه ايه انا بقى الوحيدة اللي ربنا عالم انا شايلة اتتغل ده على كتافي لاني مش عارف اعملي ما اقدر والله ما اقدر والله والله ما عارفة اسد يعني ايه اللي انا ممكن اعمله يعني انا الوحيدة اقول لي حضرتك ربنا موجود الله يخليك تفضل اقول لي حضرتك بصي حاجة محسام احنا عندنا حاجتين حاجة على مستوى حاجة على مستوى ابن حضرتك وحاجة على مستوى اللي انت تعمليه اول حاجة ان هو لازم يتحرك لازم يتحرك بس للآخر أنا عارف أنه لازم تتحرك دي هي بتزعجه هو لازم يتحرك لأسباب كتيرة إحنا مش بنطلبه أنه لازم يتحرك فيبقى بيرفكت ويعمل كل حاجة مية مية إحنا عايزين أنه لازم يتحرك تدريجيا يعني هو ما يسيبش نفسه لأن للأسف الاكتئاب ده متسلسل لو الإنسان سيب نفسه بيبطر يتسلسل فيه لغاية ما يخليه ما يعملش أي حاجة في الدنيا وده يزود الاكتئاب مش يقلله فهو لازم يتحرك حركات مناسبة وأنا بنصحتي دي أنه يدور على الهويات اللي هو بيحبها يعني يدور على الحاجات اللي هو بيحبها ويبتدي يعملها يدور على هواية تتعلق بالرياضة هواية تتعلق بالموسيقى ولابد أن تكون الهواية دي مبهجة يعني يعمل الهوايات المبهجة اللي بتدخل السرور على قلبه إذا عمل الكلام دوت أنا أظن أنه دوت مهم جدا خطوة مهم يبقى إحنا نقول له شوف الهوايات طلع الحاجات الكراكيب اللي عليها تراب دي ونظفها وشوف الهوايات اللي أنت بتحبها وأعملها يبقى ده بالنسبة لابن حضرتك لكن أنا لا أحب ولا أحبذ أنه إحنا نطوعه أنه ما يتحركش لا يتحرك بس يتحرك في الأسياء اللي بيحبها هو هيقول والله في حاجات كتيرة كنت بحبها وما بقيتش أفكر فيها دلوقتي نعيد الذكرات مرة تانية ويحاول يعيش فيها بالنسبة لحضرتك أنت عندك ثلاث حاجات تعمل يوم الحاجة الأولانية كثرة الدعاء ما تسبيش سجدة من السجدات في صلاتك إلا وتدعيله فيها يعني إحنا عندنا سبعتاشر ركعة في اليوم في الفرائد تدعيله في كل سجود تدعيله في كل سجود يبقى عندك 34 سجدة تدعيله في 34 الحاجة التانية أنت دايما تقولي له كلام أن الحياة ما انتهتش أن الحياة مستمرة أن ربنا سبحانه وتعالى معاك وأن ربنا علم بحالك ولذلك أي حاجة تعملها في الاتجاه الصحيح ربنا هيدعمها يبقى تاني حاجة أفهمه أن ربنا بيدعمه تالت حاجة بقى أنت بالنسبة لحضرتك أنت لازم تقرأي شوية أو تتعلمي شوية فيما يختص بهذا الاكتئاب الشديد الحاد فعليه طيب لأن ببعض الأحيان لما يحصل انتكاسة ممكن تخرج مننا كلمة كده ولا كلمة كده ممكن تكون لها أثر صعب يبقى التالت حاجات دولة أنا أظنهم يكونوا أشياء جيدة جدا جدا بالنسبة لحضرتك معانا الأستاذة شيماء من المنوفية الأستاذة شيماء الأستاذة شيماء تحاول تكلمنا الأستاذة شيماء تاني يا سادة الأستاذ عفتاح من الجيزة يتفضل شلام عليكم وعليكم السلام ورحمة لكاته حضرتك يا فندم أنا عندي حاجة بتنمين شنف وعندي ضغط والقلب طباسات فأنت مرصوبة فأزعرف الفيدي أدير الزب الفيدي عشرين جنيه عشرين جنيه عن كل يوم طيب أنا ليه أخ ليه أخ فقير يلا أدهم له ربنا يبارك له كلهم يعني لا يبارك له ولا حد تاني ادي له يعني احنا لو قلنا عشرين في تلاتين ستمائة ستمائة يبقى ادي له ستمائة كله يلا على بركة الله الله يطون أمرا وينفع تطلعهم دلوقتي وينفع تطلعهم يوم بيومه وينفع تطلعهم على مرتين ينفع تطلعهم كله يا الله ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك حاجة ويديك الصحة والعافية ان شاء الله بس أنا عايزة بشارك ان سواب الصيام ان شاء الله يتكتب لك ان شاء الله وكأنك معافة ان شاء الله حاجة عفتاح أم عبدالله تتفضل وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضراتك طيبة وحضراتك طيبة وبصحة وبسلامة وبفضل أنا شفت رؤى شفت سيدنا الحمد مرتين انت شفت حضرت النبي مرتين اه وحكيت بي بس ايه وقت عظيم تاني لما شفت فرحتي بسبب الرؤيتين دل يا شيخ لبست اللبس الشريعة مفيش حاجة داينا اللي غير قليا طيب يعني انت لما شفت حضرت النبي لبست الحجاب وبعدين وحكيت وبشوف رؤى يعني شفت ملك بشوف رؤى كتيرة يعني حلوة بحكي بيها معلش السوت فيش تشويش كده فانتو حضراتكم حاولوا تسمعوا معايا تسمعوا معايا وتلخصوني انت لبست الحجاب ولا النقاب 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 الايه النقاب كله النقاب النقاب الشرعي هو حد قال ان النقاب واجب لا اه ده سمعوا انا حد اسمل سيدنا النبي يسمعوا عليه كده يعني طيب نكمل كملي السؤال طيب فين السؤال 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 منها ان انت حكيت كده فيه غلط عليا يعني ان انت لبست النقاب يعني لا عن اللي حكيت مشت سيدنا محمد يعني اه طيب اجاوب اجاوب حضرتك انت والسؤال التالي طيب عليش يا شير اه انا مهلك اتفضلي انا انا اعرض ان انا اخذ حواجبي لجوتي بس يعني انا منقبة ما حدش بيشوفني انا كله حرام عليه لو خدت حواجبي طيب اجاوب حضرتك حاضر طيب انت متزوجة الاول يا استاذ شيماء اه متزوجة اه اجاوب على حضرتك حاضر اول حاجة عبتديك بالسؤال التاني السؤال التاني هل ان ان انت بتاخدي من حواجبك وتحافظ على صلب الحاجب ده هل ده او ان ان انت تعملي تحسين الحواجبك وانت متزوجة هل ده حرام لا لان الحديث ورد والعلماء استخرجوا العلة في هذا وهو التدليس لان لعن النامصة ده جاء لانها تدلس اما وانك انت متزوجة ولا محل للتدليس لان انت معاك زوجك يبقى خلاص فيجوز للمرأة المتزوجة ان تعمل ده خلاص اما المسألة التانية ان انت تحدستي عن رؤية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتقولي هل ده حرام لو تحدستي على سبيل الفرحة وعلى سبيل كذا وليس على سبيل التفاخر دوت المسألة كلها انت خايفة ان انت تتمنع من رؤية حضرة النبي تاني لا دوت ليس من حسن الادب ان الانسان لما يحمل كده يفضل يتكلم يتكلم الا اذا كان على سبيل ان هو من حبه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لان ده بتكون فيه هناك قدر من النور والبركة والاسرار اللي لابد ان الانسان يحتفظ بها في قلبه فلا يتحدث بهذه الأشياء عشان نفسه اما ربسه ما تدخلش وترحم له الرابط ده انت تكلمت اذا مش هتشوف تاني لا ده مش حقيقي حتى لو تكلمتي لا من الافضل الا تتحدثي فاذا تحدثتي ليس معنى هذا ان ده ينقطع عنك ان شاء الله لان الله كريم لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان بالمؤمنين رؤوفه الرحيم معنا الحج حسن اتفضل حج حسن حج حسن طيب استاذة علا ايوة اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه انا كنت بس عايزة اتأل حضرتك كيف قلت الشيخ سؤال انا ولد اخوي ايتاني انا اخوي متوافق وهم سنهم يعني اربع سنين بنت اربع سنين والولد تمام سنين طيب فهل يجوز ابن انا او والدتي اللي هو جدتهم بقى يدفع لهم زكاة مال او زكاة فطر او صدقة خلينا نقول ان زكاة المال ينفع منك ان انت تديهم زكاة المال ليه لان هم اذا افتقروا لا مش هيكون واجب عليك ان انت تنفق عليهم لكن والدتك هيبقى ممكن تدفع لهم لو هو في مصاريف التعليم يبقى ده من قبيل مصرف في سبيل الله خلاص يبقى انت يجوز لكن ان انت تدفع لهم لان انت اذا هم حالتهم كانت صعبة انت مش واجب عليك ان انت تنفق عليهم اللي واجب عليهم انهم ينفقوا عليهم اما الاصول او العصبات فانت مش عليك ده فعشان كده بس الاصول اللي هم يعني الجده اللي هي والدتي هي معها معاش على قدها بس هي وكتعايزة تدفع مثل زكاة الفطر بتاع رمضان ليهم ما انا عايز اقولك حاجة ما احنا هو بنقوله هو بنقول كده هي كأنها بتدفعه لنفسها هي دلوقتي عايزة تصدق وتديهم هدايا تديهم هدايا زي ما هي عايزة هي عايزة تديهم هدايا تديهم هدايا زي ما هم زي ما هم عايزين خلاص وزيزة سميرة من الجيزة اللي عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته زي حضرتك كل سنة وهيك وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام وبفضل ونعمة ربنا يخلي حضرتك يا حبو ودايما عندهاك الخير كنت عايزة بس عندي سؤال لحضرتك تفضل بوزي يرحمه الله يرحمه بعدين معشاة القوات المسلعة صرفولي حضرتك الخارج ثمت شهور يعني مثلا بما عادل 24 ألف سلمان ولاد جوزي بيقولي دلوقتي احنا عايزين في مثل الخارج بيحضرتك علشان يتوزع علينا الشرق وهم ما صرفوش ولا جنيه وانا الحمد لله اللي قمت بكل حاجة من الألف مليا أسألك سؤال هم في الفلوس ديت الفلوس ديت مكتوب عليها تتوزع على الورسة الشرعيين ولا مكتوب عليها انه تتوزع هو كتب اسم كنتي ولا كسب اسم الورسة الشرعيين لا أنا الفلوس جات باسمي أنا على على خلاص دي فلوس كنتي دي فلوس كنتي دي فلوس كنتي وليس لهم حق لأن الفلوس إذا خرج الشيك ده يبقى هو كاتب ان الفلوس دي تروح لي كنتي بص يا حضرتك لازم نفرق ما بين أموال المؤساء وأموال التركات المال اللي أعطيها لحضرتك ده من المؤسسة العسكرية ده مال أعطي لك على سبيل المؤساء على سبيل التكافل على سبيل أن أنت بيطيبوا خطرك على انتقال زوج حضرتك إلى الرفيق الأعلى وربنا يجعله في فسيع الجنات فهم الفلوس دي أعطوها لك باسمك يبقى خلاص دي ما كانتش ملك زوج حضرتك يعني فلوس الخارجة دي مش أنها كانت ملك مين الفلوس اللي بتتحول إيه الفلوس اللي بتتحول إلى تركها هي التي كانت في زمة زوج حضرتك ثم تنتقل إلى الورصة بالخلافة لكن الفلوس دي بتعطى بعض الموت من الجهة ومن المؤسسة يبقى خلاص ده تعطيه المؤسسة لمن ترى ولمن هو يحدده قبل وفاتي يبقى خلاص الأموال دي أموالك وليس لهم حق فيها لأنها ليست أموال ميراث يا سادة احنا عايزين نتكلم في ختام الكلام على أن احنا ربنا سبحانه وتعالى كيف بنانا بالقرآن الله سبحانه وتعالى بنانا بالقرآن بخمس الصفات نركز بقى يعني احنا عن نعمل كده احنا عندنا خمس لبناتهم اتبانوا فينا الخمس لبنات دول خمس لبنات اتبانوا فينا فتعالوا نشوف الخمس لبنات دي أول لبنات بانت فينا أن احنا إنسان الممدود اللبنات التانية كان الإنسان المكرم اللبنات التالتة اتبانى فينا الإنسان المدبر له اللبنات الرابعة كان الإنسان الساعي اللبنات الخمسة كانت اللبنات اللي اتبانت النهاردة المحفوظ له وسعه تخيل كده زي ما ظاهر لحدكم على الشاشة أنت ممدود لك وأنت أيضا مكرم وأنت مدبر لك أنت جاهز فسعيت فلما سعيت وجدت الدنيا متسعة الله ايه البناء ده أنا شام من ريحة القرآن حاسس بطعم القرآن في البناء ده حاسس إن القرآن الذي لا يخلق على كثرة الرد بناني فأصبحت أنا فيه معنى من معاني القرآن إذا أنا سرت وسعتها هتعرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه وسع عليه لأن خلق كان خلقه القرآن وأنت سعتها هيبقى خلقك القرآن وسعتها هتعيش بأنوار الرحمن وسعتها لك حق إن أنت تقول الحمد لله لأن القرآن يبنيني الحمد لله يا رب جعلنا دايما ممن يتنورون بأنوار القرآن ويكونوا من أهل الاتزان ويذوقوا حلوة الإيمان ويعيشوا بأخلاق المصطفى العدنان في كل وقت وفي كل زمان يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين موسيقى موسيقى